ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع أحر التهاني والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود حفظهم الله ورعاهما بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018 بعد تفوقه على المنتخب الياباني بهدف مقابل لا شيء مؤكدا أن التأهل تشريف لكافة الخليجيين والعرب وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهذا الفوز والتأهل المشرف للمنتخب السعودي للمرة الخامسة في تاريخه ذلك بعد ظهوره بمستويات عالية طوال مرحلة التصفيات النهائية لكأس العالم عن قارة آسيا مشيدا سموه بما قدمه سقور الأخضر السعودي من أداء مميز في جميع المباريات التي خاضوها حيث استطاعوا أن يبرهنوا على القدرات والإمكانيات العالية التي يمتلكها اللاعب السعودي والعربي متمنيا سموه للأخضر السعودي التوفيق والنجاح في مشاركته بالمونديال العام المقبل وفي كافة المسابقات المقبلة كما هنأ سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة السيد عاد العزة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وكافة أعضاء الاتحاد والجهازين الإداري والفني والعبي المنتخب بعد التأهل المستحق إلى مونديال روسيا عام 2018 منوها سموه بجهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية في الإعداد والتحضير لهذه التصفيات والتي تكللت بالتأهل المشرف